يعني خطوة كبيرة نحو التأهل لأولمبياد باريس ولا لا؟ لا طبعاً هو ما فاجئناش لأن المنتخب الأولمبي لو فكرنا أو افتكرنا مع بعض البطولة اللي فاتت المنتخب الأولمبي خاد بطولة أفريقيا ووصل لأولمبياد كات في مصر لكن برضو جهاز فني على اعلى مستوى جهاز فني مكالي مع واقع الرياض ابني من أدناء النادي الأهلي برضو كابتن ساد السوركي مدارب حراس مارما برضو وانا اشتغلت معاه في النادي بتورجيت مداربين حراس كبار جداً كابتن آسم قادري مدارب أحمال يعني جهاز فني محترم يقدر يوصل للمنتخب مش ليوصل لأولمبياد لأ احنا بنفكر دلوقتي وطموحنا دلوقتي ان احنا ناخد البطولة كمان لأن لعبتنا ومنتخبنا قادر ان هو يعمل كات فنتمنى ان شاء الله التوفيق لهم في المرات اللي جاية عندك دور قبل النهاية ومعن النهاية ان شاء الله تفكر الأول في المرات اللي جاية ازاي تحسب الوصول للأولمبياد لازم تكسب المرات اللي جاية حتى توصل للأولمبياد وتيجي تلعب مبرنا نهاية ان شاء الله وتكسب البطولة عشان دي بتفرح الشعب المصري البطولة خارج ملعبنا لكن لعبتنا قادرة خبرات لعبتنا على مستوى عليه جداً نتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق هو المشكلة بس ان الاعلام مش مركز او عن المنتخب لومبي هي دي اللي مخلية برضو لعبة المنتخب لومبي غير البطولة اللي فاتت بطول اللي فاتكت لعيبة معروفة ومعظمهم بيلعب في الأندير المصري بلعبه بالصفة المستمرة لكن اللعيبة اللي بتلعب في منتخب الأم دلوتي يعني نتكلم على أحسن لعيب فيهم أو نجم الفريق إبراهيم عادل لشي بيلعب بيبرمز بالصفة المستمرة لكن فيه لعيبة بتحاول وفيه لعيبة إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المرات الجاية إن شاء الله ويبدأ بقى لعيبتين معهم نشوفهم في المنتخب الأول بإذن الله شايف إزاي يعني أداء أو قدرة روجيرو ميكالي على ناس كتير رهنت على الراجل بحكم إنه واحد برازيلي بحكم إنه اثنين قد منتخب برازيلي ذهبية ريو دو جانيرو دوات على علعاب الأوليبية شايف إزاي مشوار روجيرو ميكالي مع منتخب مصر أوليبية والله بص الوصول للولمبيات الأول دي أول حاجة نجاح لكن دي توصل للمديلية موضوع صعب قوي محتاجة شوك لكي أوليب يعني معلش مع كامل احترامي هي مصر أقل من نيجيريا في إيه مثلا لا هو نوعية اللعب ساعتها أو نوعية اللعبة في وقتها مين كان معهم ساعتها مثلا كانوا لو افتكرنا اللوطولة اللي خدوا في الكنو كان لعب كبير جدا ومن أحسن لعبة ومن أحسن لعبة في العالم ومن أحسن لعبة في أفريقيا الموضوع مختلف الكوالة اللي معاك هلين الكوالة اللي معاك اللعبة دي وماشا اللي معاك دي تقدر توصل للمنتخب بمديلية انت عارف ان برضو كل بطولة بتستعين بتلتة لعبة من المنتخب الأول وارد جدا التلتة لعبية دولة يعملوا فارق لما نيجي نلعاب البطولة وارد جدا برضو ان المجموعة بتكون معاك لما تخش في مجموعة سهلة في حاجات كتيرة جدا بتساعدك في ظروف البطولة لكن الوصول نفس للمدلية وما كانش عندنا لعيبة كبيرة ولعيبة ما كنش حد يعرف اسمهم ولا حد شافهم ولا حد اتفرج عليهم وراحوا خدوا تلتة عالم معاكبت ان شاء الله اكيد طبعا اكيد سعادة المنتخب 2001 عمره ما يتنسي طبعا لكن اتمنى والطموح موجود عند كل اللعيبة والطموح موجود في المنتخب ده اتمنى ان شاء الله حاجة تبقى حاجة كبيرة جدا للمنتخبنا تمنى سؤال اخيد في ملف المنتخب قبل ما اروح لاخبارنا النهاردة عايز اسمع تعليقك عليها كنت دايما لما بتكلم على حالة الفجوة او الكبوة سميها زي ما تسبيها اللي حصلت للكرة في مصر بعد ثلاث تتويجات في بطولة افريقيا عادنا دورتين يمكن او ثلاثة مش فاكر يعني مش عادلين نتأهل أساسا ثم بعد كده المعاناة في المنافسة على اللقب ثم بعد كده مرتين الوصول المبارد النهائية مرة امام كاميرو اكتر مبرر يعني بيتقال او بيتسمع انه احنا مقدرناش نحافظ على تواصل الاجيال في جيل او اتنين وقعوا مننا بسبب حاجة هل شايف انه طفاق منتخب الوليمبي بتاع كابت ان شاوي غريب فوزه بطولة افريقيا وصوله الوليمبياد توكيو وان شاء الله بإذن الله بإذن الله قدرة منتخبنا الوليمبي الحالي على الوصول الوليمبياد باريس نقدر نقول ان احنا عالجنا مشكلة تواصل الاجيال نقدر نراهن على كاس عالم 26 واحنا متطمنين والذي ملهاش ملهاش مقييس ملهاش مقييس انت اشتغلت وبدأت تحاول تعمل تواصل الاجيال المنتخب الاول بالذات حتى كمان خذ بالك انه روي فيتوريا بيكلف فكرة نزول بمعدل الاعمار ولما هتنزل معدل الاعمار ما عندكش تقريبا غير المنتخبين دول يعني منتخب اللي هو جيل اكرم توفيق ووحمد ختوح والشباب بتوعتوكيو والجيل اللي موجود حاليا موجود دلوقتي كوكا وحمز علاء وابراهيم عادل وصابر واسما فيصل هو ده الجيل اللي ممكن تعتمد عليه اكيد طبعا هو ده اللي بيحصل ربط بين الاجيال وبعض احنا عندنا حصلنا مشكلة اولا طبعا مشكلة السياسية اللي حصلت في بلدنا هي اللي وصلتنا في وقت فترة من الفترات عدم وصول لطولة افريقيا مجموعة من اللعيبة اللي هم 2006 ل2011 انا شاف ان الفترة دي اتزعمنا الكورة في افريقيا المنتخب والجيل ده حظوا وحش انهم موصلش كاس عالم 2010 مع انه كان جدير جدا بعد الفوز بتالب بطورة افريقيا انه يلعب كاس عالم والمنتخب ده لو كان لعب كاس عالم طبعا مش هدين ننسى مباراة للشيارة طبعا مع الجزائر وجزائر هاي اللي وصلت لو كنا وصلنا بالجلدة مع كابتن حسن شحاتة ومجلد اللي خد الجزائر اربعة بعدها بالضفط ما نقولك لو كنا بالجلدة مع كابتن حسن شحاتة المدرب العظيم من وجهة نظر المدرب العظيم اعظم مدرب مع كابتن جوهري جيه في تدريب المنتخب المصري مع جاز الفني كابتن شاوي غريب كابتن حمالة صيدي كابتن رحمة سليمان جاز فاني على اعلى مستوى الوصول تلت بطولة افريق لو كنا وصلنا بالفرقة دي كاس عالم 2010 كان كنا نعمل نتاج ايجابية كنا ممكن نوصل في حتة كوسة جدا لكن ما حصلتش بقى حصل بعد كده بقى احنا عارفين اللي حصل في البلد وحصل مشاكل بعدنا اتنين بطولة افريقا ما نوصلش فيهم بعدين وصلنا حرار منه الاهلي لعيبة كتير الاهلي في الوقت ده على فكرة خلنا بطولة افريقا 2013 بالضبط كده وكانش بتلاقي فيها اعتقد مسابقات محلية اكيد اكيد الفترة دي طبعا كانت محمد يوسف كمان كان مدير الفني كان بطولة تكسب الترجج غالية جدا جدا لان كانت حتى ساعتها كمان البلد محتاجة حاجات فرحنا كاي والكورة في ساعتها في مصر كانت يعني كنا بعيدة عن التتويج بقى انه فترة طويلة جدا تتويج بقى اي بطولة افريقية او قرية لكن المنتخب زي بقولك جي بعد كده محمد صلاح بقى النجم الاوحد لمنتخب مصر لكن عشان توصل بفرقة توصل كاس عالم وانتوصلت لكاس عالم 2018 بس نتيجة 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 بزرط نتيجة نتيجة لان المنتخب الاوحد دي طبعا صعب قوي لازم محمد صلاح طبعا النجم من نجوم الكورة المصرية محتاج ااا اكتر من لاعب في مستوى محمد صلاح بلعب في اوروبا عشان توصل في حتة كويسة في الامبراطق القرية من ايام هكتور كوبر